شركة مطار البحرين من المرحلة الثانية من توسيعة منطقة الشحن السريع ببناء 12 مستودعا بمساحة إجمالية تبلغ 6000 متر مربع وأنه تم رفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى مليون طن متري وأكد الوزير مواصلة تطوير البنية التحتية في مطار البحرين الدولي تماشيا مع استراتيجية قطاع الخدمات اللوجستية 2022-2026 بهدف رفع تصنيف مملكة البحرين في هذا القطاع الحيوي لتكون ضمن أفضل 20 دولة عالميا وزيادة وجهات الرحلات الجوية إلى أكثر من 70 وجهة ورفع الطاقة الاستيعابية للشحن الجوي إلى مليون طن متري كما لفت الوزير إلى استكمال أعمال البنى التحتية المؤهلة للتعامل مع حركة الشحن الجوي والتجارة الإلكترونية السريعة لتشكل مركزا وجستيا شاملا ومتطورا يضم منشآت مخصصة لخدمة مختلف مشغلي الشحنات بأعلى المستويات وتقديم قدرات شحن عالية وتقنيات متطورة لتوفير خدمات مناولة للشحن الجوي بكفاءة فاعلة وحركة سلسة للمنتجات ترجمة نانسي قنقر